نقاش حاد وإنت ليش وما ليش وأخذوا وعطوا وممكن ترتمعنا صوات إلا طاولتنا دي صح إحنا الضيف نجيبه يعني تحطونا فوق روسكم أي والله تستاهل أكثر وأكثر من حسن ذاتك الله يطول أعطيك كمان أكبر دليل على الموضوع ده هذا خلق الله إدوه من مال الله هذا خلق الله إدوه من مال الله هذا خلق الله الله إدوه من مال الله إدوه إدوه من مال الله 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 يا جماعة الخير أكيد كلكم سمعتوا الأبيات دي والحيات على فكرة ما شاء الله كتبها الأستاذ عبد المجيد اليومني في عام نقط نقط لأن إذا ذكرت الأعوام تريد زعله علينا بس أنا أريد أن أعرف بما أنك أستاذ عبد المجيد اليومني أنا زي ما قلتك قبل شوية إنه ما شاء الله قلوب عبد الرحمن من البداية نحن نوياك هذا البرنامج عطيني أكبر من وضعي أستهل أكثر أبو عبد الرحمن ما أنك ما شاء الله بدايتك كانت في مسرح الجامعة وبدأت بالدراما نعم وبعدها ما شاء الله تبارك الله ظهرت في التقديم والإعداد والأخراج أنا عندي سؤال كده مختلف تماماً ما أقول لك ميتة بديت وكيف لكن أسألك وين القروب اللي كان معك في البداية أي من المسرح طيب أو الله يذكرهم بالخير يعني كانت من المدارس ومن الجامعات يعني غير أنها جامعة منك سعود يعطيها العافية بس أنها فعلاً جامعة اسم على مسمى كان في مجموعة كبيرة يعني الواحد سبحان الله في مرحلة الجامعة تلقى عنده نوع من الحماس والشغف لهواياته كانت الجامعة يطيهم العافية فيها دعم غير طبيعي للمواهب وللأنشطة بمختلف يعني تنوعها فكان الله يذكرهم بالخير فيه أخونا وحبيبنا عبدالعزيز الحجام هذا منها الينبع وهذا يبدونه مدير مدرسة أو أخرى بالخير الآن فيه واحد اسمه محمد عبده أبو مالك من هذه المدينة بعد ما شاء الله عليه وفه وكفه واموره ما شاء الله بس أكثر دولة توقفوا كثير منهم فيه تميم المعتوق معنا موجود بس هذا أكبر مني أكيد كان فيه هذا فيه كان في مستشفى تخصصي ما شاء الله بس وقت الجامعة كان يبدو في العلوم الطب فيه محمد عاشور أكبر منه من أهل الطايف ما شاء الله بعدين جلجيل الثاني اللي هو عبدالله النجاشي هاني مقبله لا لا عقب لا لا عقب جد والله هاني مقبل أعتاري هاني مقبل صغير لا لا صغير يا حبيبي يا بو يا حبيبي يا هاني هاني بندر السباعي عيد الدوسري راشد الدوسري بس لا نقول شي وننساهم علي الشريف جاء بعد بعد وهذه مجموعة عبدالله النجاشي وحد صالح سديس أو وليد سديس طيب بما أنكم بدأتوا المشوار سوا أعتقد كثير من الأسماء اللي ذكرتها يعني وارد على شاشة المجد نعم صح هل أسستوا كيان أو فرقة في ذاك الوقت تقريبا هي سبح مو أسسنا يعني هي جت من الله كذا يعني الطيور على أشكالها تقع فتحس أن هذول هالمجموعة صار بينهم تآلف غير طبيعي ودائما أنا أكررها في أكثر من مرة أن الكواليس الممتازة والأريحية والجمعات الطيبة والعفوية تكون تعطي على المسرح وعلى وعلى المشاهدين وعند الكاميرات شغل كويس ومريح وتقول هذولي وشلون نضبطه هالشغل وشلون حفظه والنص وصحيح أن ما فيه نص فيه ارتجال ارتجال أحيانا قد يكون أصعب لأنني برمي كلمة مدري أنت وشي بتقول زي الكورة مثلا قول أنت افرش لي أو أنا بباصي لك أو أبعطيك فالمجموعة هذه الناس لما حبتها العمل رحنا لجده كان في نادي الاتحاد اللجنة الثقافية وقدمنا فيها بعدين في نادي الأهلي كان خالب نفسي خالبا مشموس باب مشموس أيوه وبعدين جينا مثلا للنوادي أو المراكز الصيفية بعدين في الحفلات الجوالة فهي سبحان الله صارت لما حلوة حلو جميل صراحة أن أنا تعجبني ثنائيتك كده ده حاجة كده شاطحة على أبدا تسمع تعجبني ثنائيتك جدا مع راشد الدوسري راشد عقب اللي لا زالت مستمرها الردالة مستمرة يمكن بدو مبالغة حول 22 سنة وإن شاء الله 22 سنة تقريبا مع أبو فهد قبل كانت مع هاني ومع مجموعة وعيدة بس ظروف للشباب وإن حرصنا أن الثنائيات مي بزينة تستمر على طول على طول على طول حلو أن الإنسان ينوع شوي جميل بيب